السلام عليكم ورحبا بكم معي من جديد على قناتي انتمنى ان هذا الفيديو تلقاكم في احسن الاحوال ومبرك واشركم لما ان شاء الله جيت نشارك معكم الحلوة الرخامة او لازليجة بجوش كيلات غيب نص كيلو ديال كوكو غادي تعطيني اكتر من 90 حبة فاخليكوا معي باشوفوا المقادر وطريقة التحضير وشوفوا معي التعليكة ديال الحلوة ديالنا كيف ديرها رغم يمكن شركات الجي خاطيرة اول حاجة نحتاجها نصف كيلو ديال كوكو اللي حمرته في الفران وقشرته لدينا جوش باكيت ديال صابلي من وزنة 80 قرام يعني في المجموع عندي تقريبا 160 قرام عندي واحد مع القاس نصف ملعقة صغيرة من القرفة ممكن تستعمله فاني وعندي لاسل انا هنا كوكو ديالي كنت نطحنه ولكن مشي كنت نطحنه مزيان كنخليه باقي في مرمج اما بالنسبة للصابلي ديالنا فانتحنه مزيان ممكن تعودوه بسكويت ديال لوتوس انا استعملت غيه هده ديال الكوكو نزيد القرفة ونخلطه النواشيف مزيان نصف لنقاع العناصر ونبدأو نزيد العسل من الأسل يكون هكا عسل جاري باش كتجمع لنا الرخامة بأقل كمية ممكنة من العسل ون تجيني هكا حلوة سوف نزيد غيه شوية بشوية ونضعكو مزيان بادينا باش كتجمع لنا ديالعاجين وما نحتاجوش نزيدوها بزاف ديال العسل انتو ما كتشوفو عندي قراءة ومرا تقريبا استعمل طربيع ديالها ما كعملش غيه كتجمع لنا العاجين ديالنا وكنت نحسو باننا بدتك تتكور يعني ممكن انكم تكوروا وانتو ما كتشوفو بحالها سوف نحبسو هنا يرى سوف نحيدوها كنخليوها جانبا وكان وجدو الشوكولات اللي غادي نستعملو عندي هنا انا استعملت نوع غالا بالنسبة للشوكولات البيضة اللي غادي ندرو بها خطيطات وبالنسبة للشوكولات اللي غادي نستعملت غالا اخلطها عادلت لها المدق ديالها باقبير اللي فيها 55% من نكهة ديال كاكاو ممكن تستعملو ديال اللعبار تكون فيها حتى 70% او 75% غادي تتعطيكم مدق احسن احسن انتفادوا انا نستعملو ديال شوكولات ببوحدة لا يجيش مدق ديالها زوين سوف ندرو واحدة كاسرونات نحطوها في حمام مارين تكايدو في نفس الوقت نجيبو السيركل الى كان عندكم هاد السيركل هكاية مستطيلة غادي نفعكم ممكن انها مربع ممكن ان تشوف شطاوة او ملاكة ديال الزاج مستطيلة او مربعة وتفرشو لها ورق الطبخ وتبدو تقدو كايتالي والخالط ديالنا كنبقو نقدوها كاية معلقة او اللبس كاية او اللب القاعدة ديالشيكاس كنبقو نقدو مزيان دغية صراحة تقدلينا كتشد لنا لا فورما اللي بغينا باش ما كتبقاش تفرتت لنا فاش نجيو نقطعوها واتدك ورق الطبخ كي يساعدنا فاش نبقوها كنبقوها مزيان فرح احسن واسع لاتقدم شagers واتد berries كتبقوه كنجيبasi شكولات يمكنكم الحكومة بسبب الشكلان اشتركوا في القناة نقضي لها كالوجهة الهام جيدة انا هنا راني خدامة تحت شرجم مع الجو سخون من الاحثة ما تدخلوها جلت اللاجة تحلو تلك الشرجم يدخل شوية برودة صافي رضغية تجمد ندوزها كالمواس في الجنب و نقلبوها و نجيبو ورقة طهي اخر نديرها كيالية و نقلبوها رضغية تقلبنا لا تخسر لنا موالوية تتقاد نعود و نرجع لها كالسيركل نعود و نكملو ما تبقى من الشوكولات و نردوها كيالية تصخن شوية و من بعد نزيدو و نكونوا شاعلين على الشوكولات لبعض الشوكولات البيضات تهيي باش انها كالدوب لنا نقلبوها كالوجهة لا تريدوها كالوجهة كبيرة نحاول انا نقضها بسباتولا و نقضها بالمعلقة ممكن تقادت كيالوجهة دي لها كامقاد و بالنسبة للشوكولات لانه نرمزت لها كالوجهة تقنبوها نهائيا لزيت لانه يوجد شوكولات لانه يجب التقاني لانه يدوها كالوجهة و حتى بالنسبة للشوكولات كالوجهة بالبيضة لانه يجب التضب و لا تعدد من موالو و لا يجب تجمع بشكل أخرى لانه يجب التضيير يأتي بشكولاتة في صندق الوصف كمية الشوكولاتة تلون بلاستيك وخطيطات الممكين تلون بسيطة الممكين وخفيف القوام ثم تلون بخطيطات عادية بالنسبة للشوكولات ستلقى كمية العسل في صندوق الوصف سأضع المقادير ومربعات الشوكولات نستطيع مشكلة القناة ونضع راحة الشجم لتبرد أكثر 5 دقائيا نجيب الموز أجراء المهاجة بالنسبة للسخن 甩قة من المنيي بعد قطع نقوم بتقطع الشوكولات ممكن ان تقطع بشكل مستطيل نقوم بتقطع الشكل نقوم بتقطع الشوكولات ثم نرجع الى الحلوة نرى كيفية دائرة وطبقة الشوكولات تكون رقيقة لن تجد الصراحة الحلوة نقوم بإقبار الشوكولات ونقوم بإعادة الحلوة لشوكولات البيضاء من الدم إضافة نتمكن بالطول من 4.5 صنطين esa حلوة من الأشرة من القطع من المربع أخرج ثلاثة 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 قطعتهم مربعات وثلاثة أخرين قطعتهم بها كيمائل نكمل تقطع الرخامة كاملة نضيفها في قويطات و نضيفها في شبوات و ندخلها لتلاجات نتمنى أنكم تجربوها بالنسبة للخليط نضيفها في العبار والسركل نتمنى أن تكون مستحق أليس كامل و نضيفها كامل بسببها و نضيفها الكوكوك و نضيفها و نضيفها كما يوجد عبارات و نضيفها كوكو و بسببها و نضيفها كامل و نضيفها نقوم بسببها بالنسبة لشبوات 10 أو 11 أو 13 جرام أعطي قريباً القياس أعطي 20 حبات نضخلهم المجمد لا نصخنوا الشوكولات نضخنوا الشوكولات ونزيدوا مع كوكا ومهرمش نضخنوا الشوكولات ونضعها على ورق الطبخ ومن بعد نضخنوا كمية نحوولها لنضخنوا الشوكولات نضخنوا كمية نضخنوا كمية نضخنوا كمية Dean نضخنوا كمية أو نضخنوا كمية ونضخنوا حينوات سهل سيكون ، نضخنوا بشكل كم زيان وسهل فانتمنى انكم تجربوهم وينالوا الاعجاب دياركم خليوا لي في تعليق كيف جاوكم ما تنسوش تدعموني بالاشتراك دياركم في القناة وتصور الصفحة ديارة الانستغرام فكن نضرب لكم معيد في فيديو ما جاء ان شاء الله فبسلام عليكم و الى فيديو قادم ان شاء الله بسلام عليكم